اشتركوا في القناة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هناك اكو امور هي في الواقع منكرة يأتي وينهانا عنها هناك امور حسنة يأتي ويأمرنا بها زين احنا الامور التي لا نعلمها لا نعلم حسنها لا نعلم قبحها الله يتركنا هكذا وهو يتمكن من ان يرشدنا الى ما هو صالحنا ولا ينقصه شيء يعني بالفترة احنا ندرك اذا واحد لا يعلم بقبح شيء وانت تعلم بقبح ذلك الشيء وتتمكن من ان تذكر له اذا ما تذكر له هذا قبيح مثال جدا مبسط لاتضاح الفكرة اذا انت تشوف فهد واحد اعمى ديسير في طريق وامامه بئر هو ما ديشوف هذه البئر لا يراها وانما ديتقدم وبعد دقائق او بعد قليل سيصل الى هذا البئر وانت تتمكن من ان تحذره ان امامك بئر لا تسقط في هذا البئر حرف طريقك اذا انت تتمكن من ان تقول له ولم تقل له مشى الى ان سقط في البئر الا يذمك العقلاء الا يعاتبونك على ذلك وحتى نفس هذا الاعمال اللي وقع اذا بقي حيا الا يأتي ويعاتبك يقول انت كنت قد رأيت اني اعمى لا ارى امامي الخطر وانت كنت تتمكن من ان ترشدني لماذا لم ترشدني زين الله سبحانه وتعالى هو منزه عن النقص خلق الناس هناك امور قبيحة لا يعلمون بقبحها اذا ما بينها الهم هذا خلاف الحكمة وهذا قبيح والله منزه عن القبائح فلذلك الله سبحانه وتعالى يبين للناس رائحتنا رائحتنا لا cra об jeito تم دح بقيعه reflections الا одно